بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله ودائع وحي الله في سورة الرابعة من السور التي تتعرض إلى ملحمة استخلاف خليفة الله في الأرض سورة الكهف يعني كما في سورة البقرة إني جعل في الأرض خليفة في سورة الكهف أيضا تعرض مقطع تصويري وترسيمي إلى هذا الحدث المهم في هذه السورة لاحظوا الآن سبحان الله الزاوية التي تتعرض لها هذه السورة الرابعة لهذه الملحمة تختلف عن الزاوية الثلاث التي تعرضت لها سورة البقرة وصورة العراف وصورة الإسراء سورة الكهف تتعرض إلى زاوية أخرى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات وإضوال خلق أنفسهم ما كنتم أتخذ المظلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يسجيبوا لهم وجعلنا بينهم موققة حالي تحالي تتمات للذيل الآية الكريمة العمدة هنا ما تتعرض له هذه الآية الخمسون من هذا المقطع من هذه الملحمة ومر بنا أمس الشيء البارز في سورة الكهف نستطيع أن نعبر عنها أنها سورة الإمامة سورة الكهف بدءا إلى الانتهاء كل المشاهد فيها تركز على أبعاد وألوان من أنشطة وفعاليات الإمامة وحالاتها بإمكان أخوها إضعين راجعون جزء الثاني من الإمامة الإلهية في إشارة إلى هذا المبحث ومر بنا أمس أنه ما هو السر في أن سيد الشهداء رأس سيد الشهداء صلى الله وسلم عليه كان يردد هذه الآية من سورة الكهف على أي حال وإذن في هذه الآية لاحظ إذن المجيء دقيقوا المجيء بملحمة استخلاف خليفة الله في سورة الكهف من الواضح في أن هذه الملحمة مرتبطة أساسا بالإمامة وبالولاية لأن كل ما في سورة الكهف مرتبطة ببعد الولاية بعد الولاية في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بدء السورة ولعلك باخ على باخ نفسك على على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هنا ليس أسف النبي على الهداية الإرائية الهداية الإرائية هي الرسالة والنبوة أن يري هو قام به أما هو أسفة السفع على الهداية الإيصالية لماذا لم يصلوا للغاية يعني بعد الإمامة وبعد الولاية في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هذه السورة كلها فقرات من بحوث وبنود الإمامة المجيء بملحمة استخلاف خليفة الله وتنكب إبليس إذن الأزمة في إبليس كفر إبليس زلت إبليس التي زل فيها ولا زال هو في زلل فيها وانزل فيها أنه لم يطيع الله في الولاية لولي الله لخليفة الله أخفق في الولاية لا في أصل معرفة التوحيد أو المعاد أو النبوة أو غيره وطبعا الآيات العديدة في الصورة العديدة التي تتعرض لهذه المرحمة أيضا تؤكد وتشير وتنبه على أن إخفاق إبليس معضلة إبليس أزمة إبليس كلها 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 في الولاية لا في شيء آخر من أصول الدين ولذا بالدقة بحث التوصل بحث التولي بحث الشفاعة اللي هم ارتبط بالولاية كلها تجده في ممارسات إبليس يعني تنكره لها وأن المتنكرين والجاحدين للتوصل وللشفاعة وللولاية وللتعظيم وما شبه ذلك في الحقيقة يستمدون أو يتطابق فعلهم لسنة إبليس في التمرد على السنة التي أمر بها القرآن أمر بها الله من التولي ولي الله وإذ قلنا ومر بنا أمس أنه إبليس هذا التعبير في الآية الكريمة هنا في سورة الكهف كان من الجن كان من الجن كان من الجن لا ينافي إنه لطيف كان من الجن لماذا كان من الجن لماذا لم تعبر الآية الكريمة فسجده إلا إبليس من الجن كان من الجن والآن إيش أو في حالات أخرى كانت لي مرت عليه غير من الجن مر من أنه لعل في ذلك الإشارة إلى أن إبليس عندما كان في حالة طاعة قبل أن يخفق في العاقبة وصل إلى حالة ملكانية في حين نهج كما أن الإنسان إذا تكامل يكون ملك بل أفضل من الملك أفضل من الملك يعني ماذا ألا يقول أمير المؤمن في خطبة نهج البلاغة أن الإنسان إذا اتقى يكون أعظم من الملك سب أي ملك أي درجة ملك أي درجة إنسان أي درجة من الأعظمية هذا كبهت درجات لكن هذا المطلب وهو أن الإنسان عندما يكون أفضل من الملك يعني لا يتوفر على درجة الملكية الملائكية لماذا؟ درجة الملائكية وزيادة مع أنه إنسان لكن إنسان في جنبة ملك في جنبة كذا طبعا تصير عند الإنسان هذه الحالة إبليس أيضا الجن كذلك إذا تكامل ولما جرد تصير عنده حالة ملكية يخفق تسلب عنه الملكية الملائكية ما تكون ملكة راصقة ثابتة ما يكون تجوهر تكامل إليه راصق فيه يسلب عنه لك ففسقة فسقة البيضة أو الفرخ من البيضة إنكسرت وخرج منها كان محفوظا بها محاطا بها بهذا الكمال لكنه فسق عنه ومن ثم مر بنا عبرة عظيمة من هذا الحدث من هذه الملحمة أن الإنسان قد يتكامل يصل في الملكوت إلى درجات الآن 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 في هذا الأوان بإبليس عند درجات من السيطرة والقدرة بعض الأولياء الصالحين ليست لديهم مسمع لك إبليس إبليس ولما جاء الله مؤمن صالح عادي تلك الصلاحيات في الملكوت ليست لديه لكن إبليس يستطيع أن يسترق النفوس يعني يخبر ما في النفوس يؤثر في النفوس الدول العظمى البشرية الآن ليست لديها مراقبة بالدرجة التي متوفرة عن من عند إبليس وجنوده أعوانه فلا بس كل ذلك لا يعني أن مقامه ولا موقعيته إلى خير هذه عبرة عظيمة من القرآن الكريم ولا تقل لي اندققوا في هذه العبرة ليس أن كان إبليس له مقام والسلب عن صح وكان له مقام والسلب عنه لكن لا زالت له مقامات ملكوتية يعني قد الإنسان يعصي ويكون مآل إلى سوء ويستدرجه الله عز وجل بأن يبقي له جملة من المكاشفات الملكوتية والقدرة الملكوتية وميسلب عنه الله أكبر كيف هذا استدراج الله أكبر وكيف هذا سوء عاقبة وكيف هذا مكر من الله طبعا مكر بحق أي وفعلا لذلك كثير من الصالحين والأولياء يخافون على أنفسهم من أنفسهم أفرض أنت عندك قدرة على كذا فعل قدرة على كذا قدرة على كذا طبعا الله يحتفظ لك بذلك ليجازيك في هذه الدار ولا تطالب بالجزاء في الدار الآخرة أي لا تغر الإنسان حالات الملكوت يا أخوان عجيبة 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 المغرور من انغرى عن التقوى وعن الورع وعن الصلاح بهذا الفتاة الملكوتي أي الأمر ليس أن كنا ملكوت ثم ماذا ثم ماذا هنا العمد التسليم الثبات على الصراط المستقيم للولاية لولاية ولي الله ما أن الإنسان يتمرد يتطاول لا تكبح جماحه يكون له جموح أو إلى سوء العاقبة ولو عند كذا من مقام ملكوتي أنت تشوف بعض أهل المكاشفات وأهل السير والسلوك وكذا وفلان كذا تصدر عندك كلمات ليس فيها أدب مع المعصومين ولا عدوا بالله واضح واضح الدل على أنه هذا لم نقل إله جهنم وبيعص المصير لكن واضح في هذا من ماذا من سوء العاقبة في نيل كمالات العليا هذا يغر الآن ببعض المقامات يحبط كثير من عمله لأن إذا كان رفع الصوت على النبي يحبط العمل سوء الأدب مع المعصومين شنو يعني معنات كله سوء الأدب مع المعصوم مع النبي وأهل بيته بأي درجة من الدرجات والعيد بالله يسبب حبط العمل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر التزام الأدب الأدب في الحقيقة باطن هو ولاية تولي اعتقاد لذلك الناصبي خارج عن ملة المعلن للنصبة خارج عن ملة الدين فهل لاحظ أنه أدب دين الأدب مع المعصومين دين الأدب مع أهل البيت دين يدائن الله به خلقه وطبعا كل بحسب توفيق بعد يستطيع أن يراعي أي درجة من الأدب معهم صلى الله الله عليه يستطيع أن يراعي هذا الأدب فقط على صعيد حركات البدن أو يراعي الأدب على صعيد النفس والروح وخلجات النفس طبعا وكيف بك بما هو أعظم مع الله بعد ذلك الكلام الكلام يراعي الأدب معهم عليه وسلم حتى في الخواطر أي درجات من الأدب المقصود على إتحال إذن ملحمة إبليس أو ملحمة آدم استخلاف آدم ومشاغبة إبليس ملحمة عظيمة جدا فيها أسرار عجيبة عظيمة جدا جدا كثيرة عبر جدا عظيمة كبيرة نلاحظ هذه الآية الآن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ندقق في هذا التعبير أو هذا اللفظ في القرآن الكريم ففسق عن أمر ربه أصلا ما الفرق بين فسق بين عصاب بين أثم بين أبق موبق بين خطيئ بين أذنب بين أوه عنوين عديدة 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 للمخالفة في القرآن الكريم هل هي بكيل واحد لا إلى الآن مرارا ذكرت للأخوة حتى في بحوث العلم الأصول أو الفقه إلى الآن البحوث في العلوم الإسلامية هذه العناوين الفوارق بينها أولا جرد هذه العناوين عناوين المخالفة لله تعالى في القرآن كم أنوان عشرين عشر ثلاثين خمسين مئة جرد هم أنظومة يريد له جردها يراد له ماذا منظومة كاملة شون فرق بين ذنوب ذنوب سيئة شون فرقها كبيرة إن تجتنب كبائن لمن أو عناوين إلى ما شاء الله صحيح صحيح لا يحيط بها إلا أهل البيت ولم نستخرج ونجمع بيانات أهل البيت في هذا المظمر موجودها بس ما وفق أحد لجمعها شوف التحدي بين مدى علم القرآن وعلم أهل البيت وعلم العلماء الفارق الفاصل ففسق عن أمر ربه الفسق ما هو أمر الرب عن أمر الرب لماذا ففسق يعني ففسق وخالف أمر الله هنا أمر ربه لاحظوا في الزيارات الزيارات كلها منظومة معارف في زيارة الغدير لأمير المؤمن عليه السلام زيارة الهادي لجدية أمير المؤمن أو زيارات أخرى انحراف الخوارج يختلف عن انحراف بني أمية يختلف عن انحراف أصحاب الجمل في الزيارات عبر عن انحراف الخوارج بأنهم مرقوا أو عصوا أو خالفوا أمر الدين أمر الله أمر شنو الأمر بينما في أصحاب الجمل خالفوا الميثاق أو الحكم في مورد بني أمية والشام لا عصوا طاعة أو كذا شين فرق من العناوين لأن حافظ الألفاظ راجعوها في زيارة الغدير أو زيارات أخرى لعم المؤمن يستعرض الفارق بين مخالفة الخوارج ومخالفة البني أمية ومخالفة أصحاب الجمل السقيفة في سقيفة وفي بني أمية وفي خوارج الجمل تمثل السقيفة عجيب سبحان الله ملحمة عجيبة عندنا سقيفة وعندنا بني أمية وعندنا خوارج حرب الجمل حرب مع السقيفة بكل ما تحمل السقيفة من غطاء ومدرعة يعني في لباس الشرعية وكذا حرب صفين حرب مع النهج لموي حرب الخوارج لحرب نمط آخر من نمط آخر المذكور في الزيارات أن الخوارج انزلاقهم عن الأمر أمر الله أمر الله يعني ماذا لاحظوا السقيفة أو الجمل تمثل السقيفة خلافهم في أصل التنظير هناك نص على الإمام أو لا النهج السقيفة النهج السقيفة أين يعني يتصرف يريد يتصرف في نفس التنظير النهج الأموي وليس يتصرف النهج الأموي أهوجي ماذا يقص في قصة أصل التصرف في التنظير للتنظير هشام بن عبد الملك يقول هذا هو القرآن وأنا أرميه أم قرآن وأرميه شوف ما يقال يقوله هذا ليس كتاب الله مثلا يقول لا قرآن وأرميه يزيد ابن معاوية يزيد الخمور يزيد العهر يزيد الفجور والفسوق يقول أنا خليفة المسلمين وخليفة الله ولا خبر جاء ولا وحي نزل هم يقر وهم لا يقر هم يقر يعني أهوج بشكل معلن ليس قاعد يتصرف في التنظير جحود معلن هذا النمط آخر وهذه الألماط كتب الله كما يقول سيد الأنبياء لأمير الممين كتب الله أن يتحارب أنت يا علي الناكثين والقاصطين والمارقين لماذا تقق في التعبير لماذا وصف السقيفة بالنكث نكث مرتبط بنفس التنظير أما في الخوارج عبر مارقين عن أمر الله شنو هذا مانا أما في النهج الأموي قاصطين يعني ذو لعصا جهار بظلم غي وعدوان أعلانا خلاف حتى لأحاديث المسلمين يقول نحن من جند الصفياني يعني الحديث النبوي في الصحاعة الستة السفياني نهج غواء انحراف في قبال نهج الإمام المهدي أي مع ذاك شوف رايات الشام هكذا نهج أموي هذا النهج أصلا نهج قاصد يعني بغاة أصلا بغاة ونهج جهار في راية الظلم والتعدي عن الحدود وما شبه ذلك قاصد يعني معلن لغية حتى وبصلافة وبكل قباحة وجراء هذه طبيعة النهج النموي نهج الشقيقي لا نهج يتصرف بتستر في التنظير أما نهج الخوارج ما هو اندقق نهج الخوارج مع نهج إبليس فيه تقاربه إبليس هنا العبر ففسق عن أمر ربه الخوارج مالقين عن أمر الله شو الفرق مع الأمر أمر هنا من المربي إن شاء الله قد نوصل الله على محمد ولي الطاري شكرا